عبر محتجون من السطورات الصفر عن خيبة أملهم من استمرار الرئيس الفرنسي مانويل مكرون في نهجه السياسي ما اعتبروه خطأا فدحا قد يؤدي إلى نتائج وخيمة كما قالوا وتعهد مكرون بالتخفيض ضرائب الدخل عن العاملين من الطبقة الوسطى بعد شهور من الاحتجاجات الرافضة لزيادات في الضرائب لتقابل هذه الأجراءات بالرفض والشجب من محتجي السطورات الصفر الذين أعلنوا نزولهم لشارع اليوم اشتركوا في القناة